موسيقى مرحباكم اخباركم ايوا حاشتوني انا ريم للأول مرة شوفني بعمل اكلات صحية ووصفات صحية سهلة وسريعة النهاردة هشارككم اكتر حاجة حبيتوها عندي في القناة هي السموذي كل اشكال وانواعه النهاردة حاجة شبه السموذي لكنها تبقى في طبق فتعالوا شوفوا الطريقة طريقة سهلة قوي احنا بس هنجرب كام حاجة كده و هقول لكم عليها السبانك الخضر تقرسوا تستخدمه المفرزنة او الطازة واحدة طعمر من المكدول او اي طعمر عندكم في البيت لان تتأكد طبعا تشينوا انه من جوا معلاءة كبيرة من زبدة فول السوداني دي البيتي تقرسوا تستخدمه اي زبدة بتحبوها زي اللوز او البندق بتتدي تكتر كريني ده هنا سبارولينا بودرة كده في مغزية لكن مش درورية دي اضافات مش درورية و دي معلاءة صغيرة او نص معلاءة صغيرة من الماتشا شاي الماتشا برعا شاي اخضر بطريقة اليابانية لكن دي اضافات مش درورية لو عندكو اوكي لو ما عندكوش مش مش مشكلة اه وطبعا حاجة رئاسية كمان في الوصفة الموز المفرزن او الطازة لما بيكون مفرزن مستوي او يبقى سهل او يبقى الخلطي بقى كريمي لو ما عندكوش مفرزن استخدمه الطازة وده جرانولا بيتي دي طريقة السبعة دقايق اشوفوها عندي في انستجرام او سيبلكو اللينك عملتها قبل كده في القناة سيبلكو تحت في صندوق الوصف الوصفة سهلة او اي جرانولا عندكو في البيت اقدر تضفوها مش لازم دي بكل بساطة هاجيب كل المكونات دي وهنخلطهم في الخلاط اضع هنا مقدار تقريبا موزة ونصف او مستين صغيرين طبعا دي يرجعلكو دي ممكن تكون كمية لشخصين حسب انتو تبقوا جعانين والموزة الوحدة الصغيرة فيها تقريبا ما بين 80-90 سعر حراري واحدة من طمر المكدول دي كبيرة فيها حوالي 70 سعر حراري دي معلقة كبيرة من زبدة فورة السودانية برضو فيها حوالي 90 سعر حراري انا بقول لكو السعر الحراري عشان انتو تقدروا تقيموا وتحطوا اللي انتو عاوزينوا ودي البودرة بتاعت الماتشا تقريبا ما فيها سعرات وهنا كباية كبيرة من الزبانخ سعراتها مفيش فمش نحسب سعراتها تقريبا مجي 15 سعرات واقل كمان وهنا احط التلت كباية من الحليب ممكن تحطوا تلت او نص او ربع لكن انا انصحكم تجربوا الاول الربع وتخلطوا في الخلاط لو عصتوا تتوز تزودوا لان يفرق من نوع اللبن نوع السبانك نوع طمر الكميات اللي انتو حطتوها فانا انا حطيت هنا تلت لكن انا انصحكم تبتدوا بربع الاول بعد ما انا صبتها تكتشور كريمي زبدة فلوس سوداني او زبدة اللوز لو استخدمتوها ضرورية جدا تديكوا طاقة بيتامينات بروتين وكمان تفيكوا في الشتاء وكمان مهم او تديكوا تكتشور كريمي في طبق السموذي انا هنا حطيت تقريبا مع لقة صغيرة من الزبادي كاميرا الدسم مش عارفة فيها قد ايه تقريبا فيها 20 سعر حراري وحطيت هنا معلقتين من الجرانالا البيتي ودي تقريبا معلقتين فيهم حوالي برضو يعني طبق كله كده زمان اكلتو فيه تقريبا 450 سعر حراري فانتو تقريب قايمه لكن الجرانالا تقريبا بالتقريب فيها معلقة كبيرة من 60 إلى 70 سعر حراري لان فيها زبيب جوز هند فيها حاجات كتير فده يعتمد على جرانالا لانتو تستخدموها مش كل جرانالا زي بعض بدون مكسرات في الجرانالا بدون زبيب بمكسرات بس ده بيفر اجامة في سعر حراري انا بقول لكم بس سعرات انا تقريبا كل فطاري ما بينه 500 سعر حراري واحيانا بيبقى 600 فما تخبروش من سعرات حرارية معنمهية مفيدة لكم لو عجبتكم الوصفة وطبقتوها بليز روحوا الانستجرام ابعتولي في الانبوكس او منشنودي الوصفات اللي انتم عملتوها اللي بتساعد كتير تطبيق الوصفات اكتبودي تحت ايه اللي عجبكو ايه اللي عاودي نقدمهوكو في الايام اشتركوا في القناة